وخلال اتصال هاتفين في نشرة سابقة قال سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إن البرنامج منذ إطلاقه حقق أثراً إيجابياً على المستفيدين مؤكداً أن المشروع لاقل عديد من الإشادات الدولية إقليمياً وعالمياً سيد جلالة الملك المعظم صاحب الرؤية المستنيرة لطول بعمره والذي منذ توليه مقاليد الحكم أطلق المشروع الإصراحي والمسيرة التنموية الشاملة وأرسل قاعدة الانطلاق نحو مستقبل زاهر ووضع الأسس لكافة المنجزات التي تتحققت في ملكة الوحرين لأكثر من عقلين ولله الحمد ومن ضمنها مشروع العقوبات البديلة الذي نجح على رغم من حداث التطبيق في عام 2018 والذي أثمر العديد من الانجازات والمشاريع الحضارية أهمها برنامج السجن المفتوحة كأحد العقوبات البديلة وهذا المشروع الحضاري يحظى باهتمام كبير ودعم لا محدود من قبل الغيادة الرشيدة على رأسهم سيدي جلالة الملك المعظم وبمتابعة حثيثة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله ورعاه الذي دائما ما يحرص اللي طول بعمره بتوفير الفرص النموذجية والظروف الملائمة التي تسهم في عادة إدماج المستفيدين بالمجتمع وهم متفائلون لمستقبلهم المشرق من إذن الله وكذلك متابعة وحرص سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر حفظه الله على توفير أحدث الخدمات والبرامج التأهيلية المبتكرة بما يسهم في تعزيز جودة تأهيل المستفيدين وطبعا استمرار تحقيق هذه النجاحات حقق المشروع الوطني للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة بالغ الأثر الإيجابي على المستفيدين والأهالي والمجتمع حيث لقى المشروع العديد من الإشهادات الدولية سواء أقليميا وعالميا بشأن ما حقق هذا المشروع من أهداف النبيلة التي ساهمت في عادة أجمال المستفيدين في المجتمع والمحافظة على الأمن والنسيج المجتمعي وهذا الأمر في الحقيقة عزز من مكانة مملكة البحرين دوليا في مجال حقوق الإنسان كما حقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي فغير حصل على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف من عبد العزيز للأمن العربي وأيضا حصل على برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة خارج روليات المتحدة الأمريكية وبالإضافة لذلك تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة الذين استفادوا وانطلقوا نحو النجاح لمستقبلهم الواعد من العطاء إن شاء الله وإن شاء الله هناك دفعة أيضا قادمة سوف تتخرج قريبا بذن الله وساهم مشروع لقبات البديلة أيضا منذ تطبيقه حتى الآن بعادة تأهيل وإدماج 7458 مستفيد ولله الحمد منهم 275 مستفيد من برنامج السجون المفتوحة من خلال المتابعة المستمرة والعمل الدؤوب والسعي في تحقيق الأهداف النبيلة الحمد لله تراجع معدل العودة للجريمة بنسبة 2.5% فقط وهذا المؤشر ما هو الا انعكاس على نجاح المشروع الحضاري والإصلاحي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر